النهاردة معدنا مع توافق وسعادة الانتقال الآمن في مراحل النضوج الزواجي حلقات النضوج اللي بنحاول من خلالها نتعامل مع عقبات الطريق ليه؟ لأن احنا مش مفترضين أبداً أن الحياة الزوجية ما تبقاش حياة يعني ايه ما تبقاش حياة؟ الحياة من دعلادة فيها ارتفاع، فيها انخفاض، فيها خير فيها بعض المشكلات اللي محتاجين أن احنا نعرف ونتمهر أن احنا نتضرب معها ولذلك شوفهم بارح بنتكلم دايماً بنتكلم يوم السابقة عن المهارات الزوجية ونتكلم يوم الحد إزاي بقى نستثمر هذه المهارات في التعامل مع بعض المشكلات اللي احنا بنمر بيها في الحياة الزوجية في مشكلة بتحس بيها كتير من البيوت عايزين نتكلم عنها ساعات بعض الزوجات تقولها أنا مش عارفة أنا حاسة أننا مش مرتاحة وحاسة أننا عالب موجوع بس أنا مش عايزة أتكلم أنا حاسة أننا فقدة للأمان لما تفصل معاها وتقعد معاها وتسألها هي مش حاسة بالأمان ليه؟ تقول أن جوزي بيعمل حاجات فيها مخطرة وهي دي اللي احنا نتكلم عنها النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها المقامرة الزوجية هل في مقامرة؟ يعني هل في حاجة اسمها القمار في الحياة الزوجية؟ أيها طبعا؟ أيها طبعا فيه قمار في الحياة الزوجية ده اللي بيجحصل إزاي؟ لما نلاقي زوجة زي ما قلنا موجوعة ومش عايزة تتكلم ومش حاسة أن هي هتقدر توصل للأمان وهي حاسة أن الحياة مش في حالتها طبيعية وحاسة دايما بالخوف والتعب الشديد والتهديد بيبقى أحد أسباب ده عدم تحقق الأمان الزواجي اللي سببه إيه؟ سببه المقامرة الزوجية لابد أن احنا نعرف صحيح أن الأمان المادي جزء من الأمان الزواجي وأحد مصادر الأمان الزواجي والتهديد المادي صحيح بيعمل تهديد في الأمان الزواجي وعشان كده حضرت النبي في بداية الزواج قال من استطاع منكم الباقة تفليات الزواج ومن لم يستطع فعليه بالصوم بس لازم نقول برضو مش لازم نبقى غنية عشان نبقى عندنا حالة أمان في ناس كتيرة جدا جدا بيستخدموا تعبير لطيف قوي 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 بيعبر عن الأمان الزواجي حتى ولو ما كناش أغنية إن هو تعبير إن إحنا إيه؟ يكفينا إن إحنا مستورين كلمة مستورين دي كلمة واسعة دلالتها واسعة قوي مستورين يعني إيه؟ يعني ما عندناش تهديد يخليني أحس بإن أنا محتاج للأمان ففكرة التهديد حاجة مهمة جدا جدا إن إحنا لازم نلتفت إليها طب إزاي ممكن ست ممكن أوزوج يحسوا بالمقامرة الزواجية حادث النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي كان دايما بيعلمنا الاستعازة من أمور لما نعمل خط ناظم بينهم كده هنعرف حادث النبي علمنا إن إحنا نستعيز من العجز والكسل ونستعيز من الفقر وغلبة الدين وقهر الرجال ليه؟ لأن الحاجات دي ممكن تخلي بعض الناس إذا ما عارفوش يديروا تعاملهم معها إنه ممكن يعملوا إيه؟ يدخلوا في المقامرة الزواجية يمكن الستات اللي بتشتكي من عدم الأمان حسد فعلا بالأهر في حين إن الرجل أعصابه وهدية لما حصل التغير وحصل تقلبات في الحالة الاقتصادية هو مش حاسس بالمشكلة وساعاته هو اللي بيروح للخطر بنفسه ويقول للست أنت من داية آه عشان أنت الأصل عندك وتعبانة آه عشان الأصل عندك أن أنت بتحب الأمان لكن ما تخفيش كله تحت السيطرة فهي بتبقى حاسة بخوف ورعب لا هي مش حاسة بالأمان مش حاسة بالأمان ليه؟ لأن جوزها بيصر طول الوقت طول الوقت أنه يدخل في مشروعات هو مش قدها ياما شفنا ناس استرفت فلوس من دا وده وده أو أخدت فلوس من دا وده وده عشان تشغلها وهي غير مؤهلة أنها تعمل الكلام دا فأيه اللي حصل؟ فزوجته شايف الخطر بعنيها لكن هو بيعمل دا زي بالضبط زوج كمان شايف أن زوجته بتمارس كمان المقامرة الزواجية لما إيه؟ لما تفضل تراهن 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 على حبها في قلبه على حبها في قلبه تفضل تراهن إزاي؟ تفضل تضغط عليه تضغط عليه تضغط عليه على أنه هو إيه اللي حاصل؟ أكيد هو بيحبني ويستحملني للآخر ما دي مقامرة برضو مقامرة زواجية وعشان كده لازم نعرف الفرق ما بين المقامرة والمقامرة أصعيح رجال أصعيح بيحبوا أن هم يواجهوا المخاطر بس مواجهة المخاطر ليس معناها المقامرة مش معناها أن أنت طول الوقت حاسس البيت أنه ما فيش وظيفة أو شيء ممكن ينسب إليه بتجينا في حالات الإرشاد الزواجي كتير من البنات بتقول أنا والدي من كتر الحاجات اللي أنا مش عارف أنه بيشتغلها أنا مش عارف لما حد ييجي تقدمني أقولهم والدي بيشتغل إيه لأن بابا يدخل في حاجة ويطلع من حاجة وإحنا دايما في حالة الخطر دي أكيد إحنا لو قلنا أن المقامرة لأن القمار حرام فكمان المقامرة الحياتية حرام يعني المقامرة الحياتية حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كلمنا وفهمنا هذا بجلاء قال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا يا رسول الله وكيف يذل نفسه قال أن يتعرض من البلاء لما لا يطيق فده نوع من أنواع إذلال النفس أن أنت تحمل نفسك ما لا تطيق أو ده بقى ما سألت المقامرة بقى أن أنت تتحمل نفسك اللي فكرة أن الواحد يدخل فيما يتعلق بملف العمل العمل بملف الإنتاج بسدره كده لهو يكون مؤهل ولا يكون عنده استعداد ولا يكون كمان دارس دراسة جدوى صح كتير من الرجال بيعملوا كده حتى في قراراتهم أنهم يغيروا وظائفهم يروحوا عامل شفت كارير من غير ما يعود مع زوجته من غير ما يدرسوا الكلام ده فيوحمل نفسه من البلاء من الاختبار البلاء هنا معنا الاختبار يوحمل نفسه من البلاء ما لا يطيق فيه مفهوم غريب كده عند الرجالة وكتير من الرجالة فاهمينه كده وهو أن الراجل مخلوق عشان المغامرة لكن الست مخلوقة للهدوء والاستقرار وده وإن كان فيه جزء صحيح فلازم نميز ما بين ثلاث مفاهيم المقامرة والمغامرة والمخاطرة ما فيش حياة إيه لو فيها مخاطر الحياة مليئة بالمخاطر فالمخاطرة إننا لما يحصل إن يبقى فيه حاجة فيها زي ما بيقولوا كده فيها احتمالية الفشل وفيها احتمالية عدم النجاح الطالب هو بيدرس فيه مخاطر إنه ما ينجحش بس مش معنى المخاطرة دي إن الحياة تقف فالمخاطرة المحسوبة دي آه أهلا ده حاجة تكادل حياة ما تنفكش عنها أنا وبعمل معكم الحلقة دي فيه شوية مخاطر مخاطر إن أنا أنسى مخاطر إن أنا أقول كلام ما يوصلش لقلبكم مخاطر مخاطر دي موجودة في الحاجات كلها وإزايك بقى فيه بارت كده فيه جزء كده في علم الإدارة اسمه إدارة المخاطر فيه حاجة يسمعها إدارة المخاطر وفيه حاجة يسمعها حتى عندست المخاطر حتى في علم الاقتصاد فيه حاجة يسمعها أدارة أندست المخاطر وإدارت المخاطر نرتفع شوية المغامرة بقى المغامرة إن إحنا نعمل إيه بقى اللي هو هنبتدي بقى في فرد السدر فرد السدر إن هو إيه يقول طبعا أنا أزود نسبة المخاطر عشان يزيد نسبة المكسب بس أنا في الحقيقة أنا وPGAMR لسه عندي شوية معرفة بأسول المغامرة اللي أنا أعملها دي لكن لما أفصل بقى المسألة خالص وما يبقاش عندي دراسة وما يبقاش عندي أي نوع من أنواع القدرة على تنفيذ هذا المشروع أو تحقيق هذا التغيير أو شيء من ده يبقى دي اسمه مقامرة أضرب لكم مثال واحد مش عارف يدير حياته الزوجية مع أسرته مش عارف يكفي أولاده وقت أسيبك من فلوس مش عارف يكفي زوجته حنان مش عارف يكفي أولاده فيروح يتجوز جواز تاني وهو مش قادر يدير جوازه الأولاني احتمار كبير الجواز ده تكون من أنواع المقامرة لأنه ما درس ما حسبش زي واحدة عايزة تتطلق ليه؟ لأن هي في الحقيقة شايفة أن هي قادرة تكون مستقلة من غير زوجها دي مقامرة كمان بس المشكلة بقى في المقامرات الزوجية أن مخاطر مقامرات الزوجية وسيارة المقامرة السريعة في الجواز ما بتدهس الزوجين بس الأسوأ بتدهس الأولاد وزي كان النهار ده بتكلم عن المقامرة الزوجية ليه؟ واحد يروح يتعرف على حد ويعرض البيت كله إلى هذه المقامرة دي مش مقامرة ولا مخاطرة دي مقامرة واحدة ممكن تبحث عن الاحتواء برا الجواز كذلك دي نوع من أنواع المقامرة يبقى احنا لازم نعرف إن المقامرة إزاي أعرفها بقى عشان أعرف ما أقربش ناحية المقامرة في شوية حاجات أعرف فيها لما لاقي الحاجة اللي أنا بفكر فيها وبعملها مش قادر أسيغة أو أتكلم معها مع شرك حياتي أو أنا مش قادر أتكلم فيها مع زوجي فدي مقامرة زواجية لأننا واضح إن المسألة مش محسوبة مش مدروسة فعلى طول يبقى المسألة مسألة فيها إيه فيها مخاطر أعلى من إن أنا أقدر أسيغة مكسوف إن أنا أتكلم فيها عارف إن الحكاية حقيقة يعني عيبان أو إن هي مش مدروسة وإن أنا خايف إن لما أعرض ده شريك حياتي يتنرفس زوجتي أو زوجي أو إن أنا النقاش مش هيبقى منضبط من معايير ما عنديش معايير عشان أدير النقاش ما فيش معلومات ما فيش دراسة المقامرات الزواجية دي من أهم مصادر الإحساس بعدم الأمان الزواجي وعشان كده لازم الطرفين يعرفوا إن ما فيه إن مش عايش لوحدي لازم أخرج من الأنا إلى نحن واللي هفكر فيه كده بالضبط حاجة من اتنين لو إن أنا قادر أديره حوار ووضع ليه معايير يبقى أنا ماشي في سفينة رسية طب أنا لو مش قادر أدير حوار فيه وتناقش فيه يبقى بالضبط زي واحد بيجقدف مجدف واحد فالمركبة هتفضل تلف حواليه نفسها وفي الآخر هتعمل دوامة ويمكن تغرأ يبقى أنا مش بقول مفيش مخاطر بس بنقول لازم تكون قادر على طرح الأفكار بتاعتك والقرارات بتاعتك عشان تتناقش فيها وتكون قابل لتقبل الرأي الآخر من زوجك أو من زوجتك لأن الزوجة ممكن تدخل بالنسبة لك تصبح الزوجة أو حتى الزوج يصبح بالنسبة لك مريتك مش حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا المسلم ومرأته أخي وعشان كده ساعتها هتدخل الزوج أو الزوجة هيدخله في قولي تعالى بل الإنسان وعلى نفسه بصيرة فخلي زوجتك وخلي زوجك يبقى الشريك لك في قرار وفي دراسة مخاطر الأمر ده ومحدش يستهين بنظرة ما تبقاش تباصص بعينك انت بس عشان ما تبقاش مقامر دايما بقول كده أسهل طريق للمقامرة الزوجية هو العوار الزواجي إن واحد ما يشوفش غير بعين واحدة بس وانت مش هتلاقي مراية أفضل من مراية زوجك أو زوجك في ناس كتيرة بتكون شايفة إن للأسف الزوج أو الزوجة عدو وليها لدرجة إنه ممكن يحس في بعض الأحيين إن في البيت عبد هو حسنه عبد لإن شريك حياته دوت أو زوجته أو زوجه ده بيستعبده فييجي مثلا لو كان الراجل هو اللي حاسس بكده يقول هو تبقى عبودية في الشغل وعبودية في البيت كمان فيحب فيتنفسه الأمارة بالسوق تاخده على المغامرة دي يبقى فيه حاجتين مهمين جدا ممكن يكونوا كشفين عن عدم الأمان في الزواج دايما بنقول لهم كده مش منشئين للأزمات الاقتصادية تبين بقى المقامرات المقامرة الزواجية وكمان الخلل في العلاقة الجنسية ليه بقول كده؟ عشان ساعات الاتنين دولة ما يكونوا مكشفين عن المشاكل وبيبينوا أنماط الشخصيات إزاي بتختلف وكمان بيبينوا طريقة تفكيرنا وطريقة إدارنا للحوار وطريقة قابلنا للزوج أو الزوجة ساعات الاتنين دولة بيقولوننا أن في حد واقع في مقامرة زواجية وعشان كده لازم نكون واضحين لما زوجة تكون طول الوقت بتعمل مع زوجة أشياء تحطه في خطر اقتصادي ولما زوج طول الوقت بحاسس زوجته بالعوز الاقتصادي دي مقامرة زواجية على فكرة وعشان كده في حاجة غريبة جدا جدا لأن المرأة الفلوس عندها بالمناسبة الفلوس عندها هي إيه؟ الفلوس عندها تعبير عن الحب وفي ارتباط شرطي كده عند النساء بفكرة كده لازم أوضحها لكم أن السد بتعتبر أنها لو أن البيت في أزمة اقتصادية في تعديد مباشر لشرفها بتعرفش ليه لا أنا أقولك أنا عارف ليه أن هي بتقول لو حصل عوز اقتصادي أنا هضطر أن أنا أحاول أن أنا أسدد العوز ده طب أنا لو ما قدرتش أسد العوز ده بطريقة مناسبة طب ما أنا كده أخلاق وقيمة هتتعرض للخطر وده شيء لازم نفهمه هي ما بتقولش أنه جوز على فكرة اعتمادة وبتقول أنه عدم أماني جاي من أنه هو شخص محسسني دايما أنه أنا على حفة الهوية طول الوقت مخاطر وطول الوقت نسدد في ديون وطول الوقت خسائر وطول الوقت أوقاء حاجات كده مش مدروسة فحس أن أنا دايما على حفة الهوية وخايفة أسقط فتسقط أخلاقي ويسقط كمان كرمتي وأقع في الإهانة فإحنا لازم نفهم ده طب نعمل إيه بقى إيه الإجراءات إن إحنا ممكن نعملها عشان نخرج من كل الكلام ده ونخرج من فكرة الفكرة الصعبة دي اللي هي فكرة إيه إن دي هي فكرة إن إحنا في مقامرة زواجية لازم الأزواج الكلام للأزواج لازم الأزواج يوفروا عمل بدخل يوفر دخل ثابت يحافظ على البيت واستقرار ومش بس كده وفي أوقات الأزمات لازم نروح نحي تنويع مصادر الدخل وبلاش فكرة إيه في وقت الأزمات إن الشغلان دي تناسبني أو ما تناسبنيش إحنا ما نتكلمش عن حاجة تهين الإنسان لكن منتكلم في لحظات الكسب ولذلك اسمحوا لي بعد إذن حضراتكم بعيدا عن القضية المرورية بعيدا عن القضية التي تتعلق بالإجراءات القانونية لكن تعالوا نحيي ناس كانوا أصحاب شركات ونزلوا اشتغلوا في الأمور التي تتعلق بنقل الناس بإنه استخدموا سيارتهم الخاصة عشان يوسعوا داخلهم أنا لازم نحترم الناس دي لازم نحترمهم ليه عشان موقفوش عاجزين قدام هذه المسألة أو ده نوع من أنواع التأمين البيت ما رحش رح عامل إيه قالوا الله أنا أسيبني من الكلام ده توروح أعمل بقى مقمرة أننا أروح أجمع فلوس وأحاول أننا أعمل بيها مشروع فيفشل المشروع ونرجع نغرأ في الديون اللي علينا هو ده اللي هيحصل فيه أننا نقع فيه في مخلفة كلام حضرت النبي أنه لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه أنه يحمل نفسه من البلاء ما لا يطيق إبقى أول حاجة دايما نحرص على أن يكون في دخل ثابت للبيت وفي أوقات الأزمات ننوع مصادر الدخل دي أنا ما بحبش فلسفة أن احنا نقلل النفقات لكن نغير نمط الاستهلاك وخلي بالك فيه فرق ما بين الاتنين نغير نمط الاستهلاك هيبقى ده شعور إرادي نقلل النفقات ده الناس بتحس أنه بتحس بالقهر وده وقت ممكن مرة نبقى نفصل فيه تاني إجراء أنا مهمة قوي قوي عشان نخرج من المقاومة الزواجية لازم عشان نحاول نخرج من المقاومة الزواجية أن احنا نحاول نخفف الضغط الزواج هتخفف الضغط عن الزواج بتغيير فلسفة الاستهلاك دي وتقليل المطالب وتخلي المطالب في أوقات الأزمات في حدود الضروريات وأهم الحاجيات يبقى احنا هنغير نمط الايه؟ نمط الاستهلاك وده شيء مهم جدا 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 يبقى لاحظ يبقى الزواج هنا احنا بنعمل ايه؟ بنديره فرصة لما قلناه ننوع مصادر الدخل أنه يدخل في أشياء جديدة عشان ما نحرموش من فكرة التجديد اللي هو دايما بيحبها لأنه ساعات بيحب أنه يوسع داخله تالت حاجة بقى وتاني حاجة الواجب اللي على الزوجة أنه تساعد في تغيير نمط الاستهلاك في البيت وخاصة في أوقات الأزمات الحاجة التالتة انتوا عارفين طبعا احنا تكلمنا عن الحلقة دي لأن كتير من الناس تقول ايه؟ طب احنا دلوقتي الدنيا دي نعمل ايه بها؟ نجمع فلوس ونحاول نتاجر بيها نجمع فلوس نحاول نعمل بيها مشروعات من غير ما نحنا نكون دارسين ولا بنكون باحثين المسألة وعملين دراسة جدوى محترمة ولا دراسة للسوق كمان محترمة ولا كمان دراسات تتعلق بالمستقبل محترمة الإجراءة التالت الدخول في حالة مصرحة ما بين الطرفين عشان نكسر حجز الاتهامات الدائمة يعني ايه اللي حاصل؟ يقضي الزوج والزوجة والزوجة تقوله انا حاسة ان احنا البيت مليان مقمرة انت طول الوقت بتحطينا في مخاطر 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 ساعات تيجينا الزوجة في الجلسات الارشان تقول انا بقيت مرهقة انا بقيت حاسة ان انا ايه كل ده؟ ايه ايه اللي انا ليه بحس ان انا بجري وفي ناس بتجير ورايا كده طب تعال ندرس مع بعض تعال نفكر مع بعض الحاجة الرابعة اللي انا شايف ان هي مهمة جدا 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 عشان نتخلص من المقامرة الزواجية ان احنا نفكر مع بعض في اماننا واحلامنا ومستقبالنا فلما يحصل الزوجة لما تحس ان زوجة عنده فكرة المقامرة دي تقعد معاه تقعد معاه وتتكلم عن حلمه كل يوم الكلام عن الحلم كل يوم واحنا بندرسه كل يوم احتمال كبير يخفف المقامرة لان في بعض الاحيان لاحظنا حاجة غريبة جدا مع الناس اللي بيعملوا مقامرات زواجية اقتصادية باللاحظ ان هو يبتدي في المشروع وبعدين يزا يبقى هو مش عايز يكمله فبيحصل له فشل ان هو ما عندوش طاقة ان هو يكمله لكن لو قعد مع زوجته واعدنا نتكلم في المشروع ده احتمال الطاقة اللي عنده اللي هي تفتر بعد شوية تتحول الى ادارة فما نكتفيش فقط بالارادة لكن يبقى معنا ادارة كمان اكتر المقامرات الزواجية هي محاولة اذا كنا اردنا نتخلص منها هي محاولة ادارة وهج المشاعر عن طريق ادارة المشاعر دي وادارة الافكار وادارة الرغبات تعالوا مع بعض نساعد بعض عشان نتخلص من المقامرة الزواجية بان احنا ببساطة نوسع مصادر دخلنا بس بعقل ونعيد تفكرنا في نمط استهلاكنا بدقة وثالث حاجة خلونا كمان ببساطة خالص نكون مع بعض بنتكلم ازاي ندير هذه المسائل ولا بأس ان احنا نقعد ونتكلم عن مستقبالنا اللي جاي ولكن بحوار ومفتوح وبقلب وبقلبنا على بعض ساعتها المقامرة مش هتبقى هي اللزة اللي ممكن تكون عندي رجل ولكن هتكون عنده الاحتواء والحرص والمستقبل المشترك هو اللي هيكون بيحرك مشاعره ويخليه دايما حاسس بانه قيمة اضافية للبيت احنا مش قيمة اضافية لان احنا بيجيب فلوس احنا قيمة اضافية عشان احنا بنأمن النفوس يا رب جعلنا دايما امان لبيوتنا بفضلك وبكرمك ومدد ذكيك كريم